موسيقى مع دقات التاسعة مساء تتوقف قلوب المصريين ترقبا للمباراة الهامة والمصيرية أمام منتخب السودان في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين إذا ما أراد أحفاظ الفراعين حجز تذكرة التآهل المباشر لدور الستة عشر دون الدخول في حسابات معقدة وانتظار نتيجة المباراة الأخرى بين نيجيريا وغينيا بيساو الفوز على السودان بكل تأكيد سيمنح المنتخب الوطني تذكرة التآهل المباشر بالوصول للنقطة السادسة خلف نيجيريا لتفوقهم في المواجهة المباشرة حتى في حال خسرتهم أمام غينيا بيساو الليلة أما في حالة التعادل مع السودان فسيرتفع رصيد المنتخب الوطني إلى أربع نقاط ويتجمد رصيد السودان عند نقطتين ومعها يتأهل الفراعينة مباشرة بصرف النظر عن نتيجة نيجيريا وغينيا بيساو لتفوق الفراعينة على المنتخب الغيني بالمواجهات المباشرة في حال ارتفاع رصيد غينيا إلى أربع نقاط بالفوز على نيجيريا السنادي الأصعب الذي يمكن أن يواجهه المنتخب المصري هو في حال الخسارة من السودان في المباراة سيرتفع رصيد المنتخب السوداني إلى أربع نقاط وبالتالي يتفوق على منتخبنا صاحب الثلاث نقاط ومن الممكن تأهل الفراعينة كأفضل ثوالث في حالة تعادل أو فوز نيجيريا في المباراة الأخرى أمام غينيا بيساو بحيث سيتجمد رصيد غينيا بيساو عند نقطة حال الخسارة أو نقطتين حال التعادل وبالتالي يحتل الفريق المركز الأخير ويودع المسابقة فهل يفعلها أحفاد الفراعينة مبكراً الليلة وإسعاد ملايين المصريين؟ دي طبعاً سيناريوهات التأهل لكن المصريين النهاردة لا يبحثون عن التأهل فقط المصريين النهاردة ينتظرون عودة المنتخب في شخصية طليق باسم ومكانة المنتخب المصري ينتظروا عرض قوي ينتظروا نتيجة تطمننا على قدرتنا على موصلة المشوار لكن فكر أننا نتأهل من عدم الصحيح بالحسابات نحتاج فوز أو تعادل يضمنون لنا المركز الثاني وبالتالي نتأهل بشكل مباشر لكن أنا مش هفرح أبداً أبداً تحت أي مسمى أن المنتخب المصري مثلاً يتأهل كأفضل توالد دي بالنسبة لي حاجة مش يعني ما أعتقدش أنها بالنسبة لمصريين حاجة تسعيدهم أو تبسطهم حتى لو تأهلنا لدول الستاشر وأعتقد أن سيناريو التأهل كأحسن توالد وده هعرفه طبعاً من ضيفي دلوقتي اللي بينورني بعد طول غياب في السادسة مش وارد أساساً في حالة الخسارة أمام السودان أن إحنا لقدر الله طبعاً أن إحنا نتأهل كأحسن توالد فبالتالي إحنا نبحث عن التأهل الآل المباشر وقبل ده حط مئة خط نبحث عن عرض قوية لك بمنتخب مصر النهاردة في ظني وفي تأديري منتخب مصر مش مواجهة السودان منتخب مصر في مواجهة كارلوس كيروش وخلينا نسمع رأي دكتور وليد الحديدي الضيف اللي غاب عنا وبنسعد به ونسأل به دايما في السادسة وغاب عنا الفترة طويلة نقول له بداية حمد الله على السلامة وثانياً أهلاً وسهلاً بك أهلاً بك يا أحمد تعياتي لك وتعياتي لكل مشاهدي القناة الأهلي وحشني للستوديو وانت وحشتني وانت وحشتني وان شاء الله الغيبة ما تطورش فيه خليني أبدأ معك بتقييمك للبطولة السندي وتقييمك لمستوى المنتخب الوطني الذي ظهر في لقاء بلا طعم بلا لون بلا رائحة أمام منتخب ناجيريا تحسنت الصورة نزبياً أمام غينيا بساو ولكنه كان منافس انتظارنا من المنتخب المصري أمامه عرضة أقوى طيب خلينا نتكلم عن البطولة بشكل عام الحقيقة مؤكد أن البطولة لحد دلوقتي أفرزت لنا العديد من المفاجآت اللي غير متوقعة سواء على صعيد مستوى المنتخبات الكبيرة المنتخبات المرشحة اللي احنا كنا متوقعين أنها تدخل البطولة وفي دور الأول تأكل الأخضر واليابس وتعبر عن نفسها بشكل كبير خصوصاً كل المنتخبات المفروض رغم ظروف البطولة ومقابل البطولة لكنها فرما المنتخبات خارجها من تصفيات كاس العالم قبل كده وقبلها تصفيات الأمم الأفريقية إن كان بس كانت المشكلة الوحيدة عندهم أن ما تلعبتش بمباريات ودية بالشكل الكاف فيه معظم المنتخبات ملعبتش بمباريات ودية من الأساس طبعاً لتأخر انضمام المحترفين وغيره لكن ده برضو مش سبب يفسر لك ابتعاد المنتخبات زي السنغال زي الجزائر زي تونس زي الجزائر وتونس صالعين من بطولة عربية قدموا فيها مردود إلى حد كبير كويس والاثنين وصلين مباراة نهائية والاثنين نضم لهم القوى الضربة مع المجموعة كبيرة كان بطلع في كاس العرب تونس 80% من تشكيلها كان هو تشكيل كاس العرب الجزائر تقريباً 40% 50% من تشكيل كان موجود في كاس العرب وكلهم كانوا فورما وشوفناهم بلايلي وبغداد بنجاع وياسين إبراهيمي وغيرهم وبندبكة يعني العديد من اللاعبين كانوا موجودين هنا وموجودين هنا ويجيلك كمان المحترفين اللي المفروض جايين كمان فورما وجاهزين من دورياتهم الأوروبية فبالتالي ده ما يفسر ليش بشكل كامل غياب المنتخبات الكبيرة عن مستواتها لكن حتى لو قلنا ظروف البطولة من حيث جودة الملاعب أهو الجو لا طب ما هي منتخب زي منتخب الجزائر كان بيكسر في تصفيات أفريقيا وكان بيتقلق ويكسب ويقدم عروض قوية فإذا فيه لغز ما عند المنتخبات الكبيرة يقابلوا الحقيقة الكفاح اللي بنشوفه في منتخبات غير مصنفة اللي بتقدم صورة محترمة جدا وبتعبر عن نفسها لحد دلوقتي في كل المجموعات فيه منتخبات مكافحة الحقيقة بص الشيخ الجزائر دي بص هو طبعا الشعب الجزائر يعني ما سمعش فيه كلام على أنه لجأوا زي رقيا شرائية تقريبا حاجة كده يعني تباركا طبعا يعني بالنحية دي عشان يحاولوا يطلعوا أنه المنتخب محسود يعني يقول كده يعني مش عارف ايه القصة دي يعني أنا عارف أن في بعض الدول بتؤمن جدا بموضوع الأعمال وبتؤمن جدا بموضوع التفاقل بحاجات معينة وفيه ناس بتؤمن بالحسد وفيه ناس بتؤمن بالأعمال وده عندنا هنا في مصر يعني عندنا في مصر لنا مواقف كتير جدا مش عايزة أروح ليها ده فيه مدربين زباين دائمين عند مدعين دجالين وفيه حاجات بتحصل في المطشاط وعلى بنشاة العدكة بتاعت الاحتياطي وعلى وعلى الجول وعلى الشبكة وحاجات دي بتحصل كتير يعني هنا أقصى حاجة زمانة زمان لما كانوا بيرشوا الملعب سكر ولمون زي سلسيا دوال مصر لكن المايا دي جديدة بص هو طبعا أنا حتى من خلال تجربتي يعني لما بكتب حتى على السوشيال ميديا وبعمل حاجات ليها علاقة بالبعد العربي بتكلم مثلا عن منتخب الجزائر في أوقات وبشوف كمان بتابع ناس بتتكلم أو فيديوهات من برامج بتتكلم عن منتخب الجزائر والمغرب تحديدا فبشوف دائما ردود أفعال الجماهير الجزائري دائما داخلها في سكة أن انتوا بتحسيدوا هم عندهم الكنسبت ده بس ده ما حصلش هو ممكن يكون ده مبادرة جماهيرية مش رسمية لأن الاتحاد الجزائري والمنتخب الجزائري طلع بقية رسمي تخيل الموضوع كبر للدرجاتي طلع بقية رسمي ورده قال إن ده مش حقيقي ومحصلش ومستدعيناش حد واحنا يعني بنؤمن بقدرتها بيش حد بيعمل كده هيطلع بقية رسمي ويقول إن احنا عملنا برضو يا دكتور نحن شوفنا طبعا بعض الصور يعني لم يتثنى لنا التأكدنا لكن ده حاصل وفي الجزائر تحديدا وفي الجزائر والمغرب وتحديدا الجزائر أكتر الموضوع ده موجود وعندهم إيمان كبير به لكن طبعا مش ده السبب مؤكد مش ده السبب فيه تفسيرات كتير وإلا كنا بقى بموضوع الحسد ده خدنا كاس العالة منتخبات عربية كل سنة تاخد كاس العالة مجموعة الجزائر تهمنا لأن احنا هنقابل واحد منه والحقيقة يمكن رغم إنه الموازين اتقلبت وإنه الجزائر اللي كنا متوقعين لها صدار مش تظهر بس نحن نكون نتوقعين الجزائر هي الأقرب أنها توصل يعني على أقل نهائي يعني منتخب حامل لقب منتخب عنده كتيبة لأجيل من اللعبة يعني بيفكرنا بجيل مصر في 2006 و2008 و2010 في الكرة نتوقعين الجزائر طبعا مكملة ونحن هنغبط فيها لو درنا نتأهل عن مجموعتنا ورغم كده الجزائر أقرب للخروج منها لأنها تواصل للمشوار متوقع ترتيب المجموعة دي يستمر لغاية المرحلة الأخيرة بكرة والله خلينا نتكلم عن الوقت طبعا المجموعة دي غرابتها أن الأربع منتخبات عندها فرصة أنها تتصدر والأربع منتخبات وارد جدا يعني الجزائر وارد أنها تخرج سيراليون وارد أنها تخرج والفرقتين وارد أنهم هتتصدروا المجموعة لو النتائج مشت بشكل معاين أنا الحقيقة متخيل أن المنتخب الجزائري هيقدم عرض قوي بكرة قدام كوتيفور وأتوقع أن المنتخب الجزائر ممكن يحقق الفوز بكرة أو على الأقل يخرج بنتيجة التعادل طبعا مش هتصعدوا لكن أنا متخيل أن عرض الجزائر قدام كوتيفور هيكون عرضة أفضل كمان كوتيفور عندها دوافع بعد طبعا التعادل الأخير في السواني الأخيرة المباراة اللي فاتت عندها نفس الدوافع أن هي برضو تقدم مباراة قوية فأعتقد هتبقى أفضل مباراة البطولة بكرة مباراة كوتيفور وتعقى هتكون أقوى مباراة في بطولة الأمم الأفريقية حتى تاريخه هتكون مواجهة كوتيفور والجزائر طبعا سريعا نستعرض كده تلت مجموعات حسن فيها الموقف بشكل كامل وتلت مجموعات في انتظار طبعا الجولة بباولة النهاردة وجولة بكرة إن شاء الله فنشوف مع بعض كده جدول الترتيب في المجموعات الستة لأمم أفريقيا مجموعة الأولى دكتوروين مجموعة الأولى طبعا الكاميرون تصدرتها برصيد 7 نقاط فوزين وتعادل بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط استفادت من المواجهات المباشرة الرأس الأخضر في المركز الثالث 4 نقاط وأعتقد أن الأربع نقاط هي الرقم السحري للصعود الفرقة اللي هتجيبها 4 نقاط في المركز الثالث أعتقد أنها تسعة يعني الرأس الأخضر عندها خرصة في أنها توصل دور السحوز 99.9% أثيوبيا خطفت النقطة الأخيرة من بيركينا وعندها باي باي في البركز الرابع المجموعة الثانية السنغال أغرب متصدر لأنه بخمس نقاطه بهدف وحيد أحرزه من ركل الجزائي يتصدر مجموعة طبعا ظروف النتائج خدمته وعلامة استفهام على مستوى منتخب السنغال طبعا دميت علامة استفهام تاني أقوى إن لم يكن داتا تات لو جيت في ميزان كل ممكن كان في السنغال تطب كمان فرقة فيها كاليدو كوليبالي وإدوار منده حسن حارس في العالم وساديو مالي وإسماعيل أسار وشوخو كياتي كاتبة مرعبة مرعبة أنت بتتفرج عليهم في ماتشف الدوريات في أوروبا ومتقلقين يعني كل دول مع أنديتهم سواء في أس جي أو في الدور الإنجليزي أو الدور الإيطالي متقلقين هما نجون فرقة غينيا برضو مستوها محبط بالنسبة لك تتوقعت بأفضل من كده في المركز الثاني أربع نقاط ملاوي المفاجأة واحدة من أهم مفاجأة البطولة طبعا أربع نقاط وأيضا زنبابوي الحقيقة حظها كان سيء في مباراة السنغال الأولى أعتقد أن هي كمان قدمت صورة مشرفة لكن طبعا تزيلت المجموعة بثلاث نقاط المجموعة الثالثة اللي طبعا برضو كانت مجموعة غريبة جدا ومحيرة جدا لأن المنتخب المغريبي والمنتخب الجابوني قلنا خلاص أن هما هياخدوا الاثنين فول مارك ومباراتهم مع بعض هي اللي يكون يدوب مباراة الأول والتاني فجئنا أن منتخب المغريبي امبارح بيعاني قدام الجابون ببعض الاختراعات لهاليل والزيتش وتغييرات في التشكيل وغيره لكن أنا برضو المنتخب المغريبي آه بيكسب لكن عنده مشاكل كتير لحد دلوقتي ومش مقنع بالنسبة 100% بالنسبة لي عنده سبع نقاط منتخب الجابوني واحد من المفاجأات لأنه بأهم نجومه الغيبين أوباميان ولميناء ومن الأساس منتخب الجابون متراجع بقاله فترة على الحقيقة في التصفيات وفي أفريقيا يبقى مركز تاني وكان قريب يبقى متصدر بخمس نقاط جزر القمر أيضا في أول مشاركة ليها وفوز تاريخ على منتخب غانا واحد من أكتر أو أهم المنتخبات الوعدة والقادمة في أفريقيا وتفرج على جزر القمر في البطولة اللي جاية واللي بعدها والسنين اللي جاية مجموعة لعبين زي ما انت كنت بتتكلم عن موليد أوروبا معظمهم من موليد فرنسا بلعبه في درجة تانية فرنسية حتى أمير عبدو المدير الفني بتاعهم عاجل سياة فرنسية ليهم هم بعد فرنسي كده فطبعا ثلاث نقاط وإن كان صعودهم يكون صعب فرنسا بشرطة مش منتقى أقرب من ما هيكون منتخب جزر القمر يعني بشرططين منتخب غانا في المركز الربع طيب نروح للمجموعة الرابعة مجموعتنا بقى نيجيريا ومصر وغينيا بيساو والسودان والمنتخبات الأربع طبعا نيجيريا ضمنت لكن الثلاثة التانية كلهم عندهم فرص في التأهل المباشر أو الغير مباشر بالضبط نيجيريا ضمنت مش بس التأهل ضمنت الإصدارة يعني في كل الأحوال هي متصدرة بست نقاط منتخب مصر تلت نقاط من الفوز الأخير طبعا على غينيا بيساو اللي عندها نقطة والسودان عندها نقطة والمركز الرابع السودان بفرق الأهداف عن غينيا بيساو المجموعة الخامسة عندنا كوتيفور في المركز الأول ودي المجموعة بقى الساخنة اللي فيها يعني مشاكل وفيها قلق نقدر نقول كل الاحتمالات فيها وردة كل الاحتمالات الترتيب اللي احنا شايفينه على الشاشة صحة العاج غينيا السواء سيراليون جزار ممكن بكرة يتبدل تماما بالظبط بيش حد ضمن حاجة إلى حد ما نسبيا الوحيدة اللي ضمن التأهل حتى كتالة هو كوتيفور يعني حتى لو تعرض للخسارة بكرة وسيراليون أو غينيا السواء كسبه هو عنده فرصة يبقى مركز ثالث لكن كل الفرق ممكن تتصدر وثلاث فرق ممكن يخرجوا تخيل طبعا كنت في المركز الأول أربع نقاط غينيا السوائية برضو من المفاجآت الصارخة في البطولة ثلاث نقاط في المركز الثاني سيراليون والأداء المحترم العظيم جدا وأنا عايز أعلق على منتخب سيراليون ده معاك بنقطتين والجزائر بنقطة واحدة في المركز الأخير والله طبعا يعني قبل البطولة ما تبتدي لو تسألني لو توقعت سيناريو يعني مش منطقي في المجموعة دي وتتمنى مصر تقبل مين كنت قلت لك يعني إن قبل غينيا السوائية أو سيراليون تبقى الدنيا مفيفة جدا لكن من الواضح أولا ده السيناريو وارد جدا لكن كمان الحقيقة إنه غينيا السوائية وسيراليون مش بالمنتخبات السهلة زي ما كانوا واحد متوقع طبعا الفرقة اللي تصمد قدام الجزائر زي غينيا السوائية وتكسب لازم تحترمها والفرقة اللي بتعمل جيم ده قدام كوتيفوار والحد أخذ دي أو تتعادل بأداء مش بحظ لا تم تحترمها المجموعة السادسة طبعا جامبيا برضو مفاجأة غريبة جدا هي بأربع نقاط في المركز الأول مع مالي وتونس مالي ده وصلين مرحلة أخيرة من تصفيات كاسعالة مالي ده ما دخلش فيه جوان في التصفيات وعنده خط وسط قد يكون الأفضل في إفراقيا حاليا ومجموعة من المواهب المتقلقة اللي برضو في خلال 3-4 سنين هتلاقيهم في أندية آمده هيدارة ده خلاص المفترض أن نروح منشستر يونايتد يعني فيه كلام إنه خلاص بيخلص لا عندهم أرض المواهب أرض المواهب في المركز الثاني طبعا مالي أربع نقاط تونس إلى حد ما حطت نفسها في دائرة الصوت بالفوز الكبير حتى لو خسرت لقدر الله ففرق الأهداف ممكن يسندها لو نتائج المجموعة الخمسة خدمتها أنه ما يبقاش فيه ثالث بأربع نقاط ثم موريتانيا طبعا بلا رصيد أداء يعني كنا نتمنى أن يكون أفضل من الثلاث مجموعات دول سريعا جدا تقولي المنتخبين الأقرب للتأهل مباشرة نيجيريا ومصر في المجموعة الرابعة كوتيفوار وغينيا الاستوائية في المجموعة الخمسة والمجموعة السادسة أتوقع مالي وتونس مالي وتونس طيب نتكلم على مصر والسودان بس نسمحونا نروح لفاصل سريع وأخير ونرجع لحضرتكم مع دكتور وليد الحديدي في السادسة نتكلم على المواجهة المنتظرة بمناسبة الإنفو جراف اللي عرضوا الزمل المتعلق بتطور البطولة وتطور الجواز المالية لبطولة أفريقيا عايز أسمع من دكتور وليد الحديدي رأيه في فكرة مكانة أو أهمية أو ترتيب بطولة أمم أفريقيا على مستوى كل بطولات الكرة العالمية من ناحية المستوى الفني من ناحية القيمة التسويقية للنجوم من ناحية أسماء النجوم اللي بتشارك فيها من ناحية التطور بتاع المسابقة سواء من حيث زيادة عدد الفرقة المشاركة أو التقنيات أو الصورة بطولة أمم أفريقيا وقفة فين بين كل منافسات أو بطولات الكرة العالمية دكتور رايد بنهارد الكرة بشكل عام ولا المنتخبات بشكل خاص أنا عندي رأيي قد يكون مخالف شوية لبعض الأراضي دعني أقول منتخبات على صعيد المنتخبات هي في المركز الثالث الثالث بعد كاس العالم واليورو أهم من كوبة أمريكا أهم من كوبة أمريكا طبعاً وخصوصاً أن كوبة أمريكا مؤخراً ما عادتش يعني بتدينا الساسبنس والاهتمام العالمي حتى بيها بنشوفه زي ما كان بيحصل زمان في فترات من فترات التسعينيات وغيره لما كانت معظم منتخبات القارة اللاتينية فيها نجوم سوبر ستار دلوقتي ما عادش كم من نجوم اللاتينيين اللي هما مسامعين زي النجوم الأفارقة يعني أنت لو جيت تشوف دلوقتي مين النجوم الأفارقة اللي في أوروبا مقارنة بالنجوم اللاتينيين لا هتلاقي واحد زي محمد صلاح واخد مساحة معتقدش حد لاتيني واخدها دلوقتي إلا ليون الميس مثلا عندك لعب زي ساديو ماني برضو في منطقة مميزة جدا والعديد بقى من الأسماء الأخرى النهاردة أحسن حارس في العالم بقى إدوار ميندي يعني أعتقد أن على صعيد النجوم والسوبر ستارز المؤثرين في فراغهم من أحسن دكتورولي من أحسن ماشي خلينا نقول من أحسن مفيش حاجة مطلقة احنا متفقين نفيش حاجة مطلقة بس أنا في رأيي أن الأوروبيين في المركز الأول طبعا وبعدهم النجوم الأفارقة اللي في أوروبا بس أنت نهاردة لو جيت تعمل منتخب أفريقي يعني لو فكرت تعمل منتخب لقارة أفريقيا ممكن تقول أن المنتخب ده قادر ينافس على لقب زي بطولة كسر عالم آه طبعا لو أنت مؤكد مؤكد أنت لما تحط إدوار ميندي كحارس مرمى أفضل حارس مرمى في العالم يعني ده بقى باختيار جماعي مش مش اختيار فادي وعندك باكي مين زي أشرف حكيمي وعندك مدافع زي كاليدو كليبالي وعندك خط وسط مثلا ممكن تحط فيه شيخو كياتي ممكن تحط فيه سنعيل بن ناصر ممكن تحط فيه قدام رياض محرز محمد صلاح ساديو مانيه أوباميانجلا وفورميتو لا أنت عندك الولد أبو بكر ده فانسو أبو بكر طبعا ده حالة عظيمة ده وحش كاميرا الحقيقة في مدوع الروس الحربة ده المهاجمين كاميرا وليد أصلهم عندهم ستايل مختائق كاميرون عندها ستايل القوة البدنية ستايل الأسود هو ده أسود فاعل حقيقة تحسه أسد يعني سامو الإيتو كان يعرف قلب الأسد ده كمان سامو الإيتو روعته أنه أضاف لده اللمحات الفنية والمهارة فده كمان اداله أفضلية أن يكون واحد من نجوم التاريخيين للقر طيب أروح معاك لماطش مصر والسودان النهاردة أبتدي مقارنة كده بين المنتخبين ومشورهم في البطولة ونروح لمقارنة كمان بين المديرين الفانيين كالوس كيروش في مصر وبرهانتيا في السودان نتحدث بمشور المنتخبين طبعا المنتخبين لحد دلوقتي كل منتخب فيهم لعب مباراتين دور الجولة الأولى والجولة الثانية المصر حاليا في المركز الثاني في المجموعة مقابل المركز الرابع للسودان ثلاث نقاط مصر من الفوز قدام غينيا بيساو مقابل نقطة واحدة من تعادل مع غينيا بيساو مصر حققت فوز ولم تحقق السودان أي فوز لحد دلوقتي طبعا مصر لم تتعادل في مقابل التعادل السوداني وسودان اتهزمت مرة والاتنين كانوا من ناجيريا أحرزنا هدف وهم أحرزوا هدف حصيلة طبعا قليلة في مباراتين إحنا استقبلنا هدف وهم استقبلوا ثلاث أهداف إحنا برضو استقبلنا من ناجيريا وهم استقبلوا الثلاث من ناجيريا نروح لكالوس كيروش وبرهانتيا طبعا برهانتيا يعني هو مدرب طوارق تولى تدريب منتخب السودان قبل البطولة يعني اللي هو زي بعد بطولة كاسر العرب بعد بطولة فيلو المدير الفني الفرنسي طبعا بعد السقوط في كاسر العرب كانت السقوط الترجع الكبير بكل تأكيد أدر بورهان تي أدرهم أدر المنتخب السوداني في أربع مبارات مقابل 13 لكارلوس كيروش وبرضو كارلوس كيروش حديث العهد يعني برضو يعني الرجل بتكلم فيه حوالي ثلاث شهور دلوقتي عشرين ونص مع المنتخب تمانية فوز حققهم كيروش مقابل ولا فوز لبورهان تي مع المنتخب السوداني تعادلين حققهم كيروش مع مصر مقابل تعادلين لبورهان تي وثلاث هزائم تعرض لهم منتخب مصر مع كارلوس كيروش مقابل هزمتين تعرض لهم السودان مع تي خمسة وعشرين هدف أحرزناهم مع كيروش مقابل ثلاث أدف فقط أحرزهم السودان مع بورهان تي 12 هدف استقبالتهم شباك المنتخب المصري مع كارلوس كيروش مقابل 6 أهداف استقبالتهم شباك السودان مع برهانتية حفظنا على شباكنا في 6 مباراة 6 كلين شيت مقابل 2 كلين شيت لبرهانتية مع المنتخب السودان طيب قلت لكم في بداية الحلقة أنه واحد من أهم مكاسب منتخب مصر في البطولة دي هو عمر كمال عبد الواحد والحقيقة الولد على قد أنه هو يمكن مش الأساسي يعني طبعا أكرم هو اللي حاجز المكان ده في المنتخب قاله فترة طويلة والمكان ده ما يعتبرش يعني هو متأسس فيه كويس قوي إلا أنه قدم مضود أكتر من رائع وكلان ده مش رائع ومش وجهة نظر كلان ده بالأرقام تعالوا نشوف عمر كمال عبد الواحد في تقييم الكاف إزاي وأقول لكم زي ما يعني أثبت لكم زي ما أقولت لكم أنه أفضل لعابي البطولة تقييما على مستوى مش منتخب مصر على مستوى كل اللي عابين المشاركين في الجولة التانية ونشوف أرقام عمر كمال عبد الواحد طبعا يعني أداء رائع جدا قدمه عمر كمال وهو أعتقد أنه موجود كمان في تشكيلة الجولة لحد دلوقتي بأرقامه لأنه الراجل عامل خلينا نبدأ الأول مثلا بالتاكلينج اللي بيعمله أول التاكلينج الريتنج نبدأ بالريتنج الريتنج العام الريتنج العام عمر كمال لحد دلوقتي في البطولة هو أعلى تقييم في الجولة التانية تخيل واخد 8 فصل 4 فصل 4 من 10 وده على فكرة تقييم عالي جدا يعني فيه على صعيد الإحصائيات ده تقييم عالي جدا طبعا طبعا لسوفا سكور واحد من أشهر المواقع الإحصائية محمد قمارة وده حرس مار مافق برضو ممكن يكون ما تقدرش يعني دخله قوي في في الأرقام تمانية وخمسة وتلاتين من مية فانسو أبو بكر الهداف والمتقلق واللي عمل كل حاجة مع متخب اليمينون طبعا ورقم عالي جدا في المركز التالت بتمانية واحد من عشرة وهيرول كودي تمانية واحد من عشرة نفس الحكاية وهب الخزر طبعا بعد الأداء الرائع نجمل تونس قدام مريتانيا طبعا وأحرز وسجل وعمل عرض عظيم ثمان درجات في المركز الخامس تمام يعني بالأرقام عمر كمال عبدالواحد بتصدر كل اللاعبين من ناحية التقييم في البطولة تشكيلة الأسبوع تشكيلة مش معايا لو تقدر طبعا تيمو أبداويك تفضل الدكتورة ديت تفضل دي تشكيلة الأسبوع طبعا يعني ظهور لعمر كمال قد يكون لعب المصري الوحيد طبعا نحمد كمارا في حراسة المرمى بالتلاتة أربعة تلاتة أوروسكو في المساك في سبعة وثمانية من عشرة تقييمه لوبيز الليبرو سبعة وسبعة من عشرة تباسوبة طبعا اللعب البوركيني الرائع جدا واحد من أهم نجوم المنتخب البوركيني سبعة واربعة من عشرة ده سولاثي الدفاع ربعي خط الوسط طبعا يتصدرهم عمر كمال عبدالواحد نجمينا بتمانية واربعة من عشرة قلنا التقييم بتاعه مانجو تمانية وثمانية من عشرة ده الديفندر وطبعا موزي سايمون الجناح الرائع واحد برضو من اكتشافات البطولة أبرز لعبي مباراة منتخب مع نينجي أعتقد هيكون لي خطوة مهمة لكن في كلام على أن ليفر بول مهتم ليفر بول نيوكاسل بدأوا يهتموا بيه بدأ يبقى فيه تواصل مع الوكيل بتاعه بلعب في نونت الفرنسي تقريبا فرين إيكامبي طبعا تمانية وتسعة من عشرة واحد برضو من أهم اللاعبين المؤثرين لحد دلوقتي اللي عجبني طبعا في المباراة الثانية تعديدا وهب الخزري الجناح التونسي الرائع وبيبي ناجم طبعا المنتخب الإفواري طبعا ظهر بشكل رائع جدا أولا هي إمكانياته أنا مستغرب من تجربته مع الأرسنل كنت تتوقع أنه بعد الموسم والتنين مع أرسنل هالولد ده يروح يعدي وغيب رقم كبير فعلا هي ظروف فكرة الكيميا لللعب مع الفريق بتاعه فعلا بتكون غريبة شوية فانسو أبو بكر طبعا يعني هو أبرز لعيب البطولة على الحقيقة لحد دلوقتي المهاجم الكاميرون الرأى الدبابة الكاميرونية لو نقدر نقوم طيب فيه رقمين تانين برضو محتاجة أقف معاهم شوية بالنسبة لعمر كمال يعني تأكيدا على أن الولد أجاد في البطولة بشكل كبير وأنه الكي باسس بالنسبة لل أو التمريرات المفتحية يعني لو ترجمناها كده بالنسبة للعبين عمر كمال في المركز التاني بعد يوسف بلاهلي طبعا نجم منتخب الجزائر وفي التاكلينج الحقيقة برضو في القيمة لا هو متقدم على مين قبل ما تعديل على رياض محرز متقدم على رياض محرز وعلى سوفيان بوفيل وإبراهيم سنجاري ونيكولا بيبي يعني يعني أتاولة أسماء كبيرة ومهارين كلهم السيكي باسس يعني دي أحصائية هجومية بتعبر عن رؤية اللاعب وتمريراته الصحيحة المؤثرة أو التمريرات المفتحية زي الترجمة بتاعي فعمر كمال لما يجي في مركز تاني بعد يوسف بلايلي طبعا رائع جدا وقبل رياض محرز وقبل نيكولاس بيبي لا طبعا خلي بالك أن ده الإحصائية دي بمعدل التمريرات في المباراة عمر كمال لعب مباراة واحدة بشكل كامل في المباراة الواحدة عمل أربع تمريرات يوسف بلايلي لعب مباراتين فكان عنده فرصة أكتر أنه يزود عدد تمريراته نفس الحكاية رياض محرز لعب مباراتين وغير وغيره ففكرة أن أنت تعمل أربع تمريرات في مباراة واحدة دي طبعا رقم رائع بالنسبة لك نفسنا الوالد كمان خبراته الدولية يعني مش وارها ونتخب مصر أربع خمس مطشوات تقريبا خلينا نقول أن دي من حسنات كارلوس كيروش لأنه خطه في الحتة دي يعني أنا عارف أنه هو سيئاته كتير بس برضه نفتك لراجل حسناته برضه ميش والتاكل سفير جيم برضه دي مصيرة ليه لأن ده إحصائية دفاعية خلاص بقى السوبر ستار إحنا بنتكلم إحنا أهم حاجة لاستمراري يعني أنا تمنى أن عمر كمال يحافظ على ذات بس ده نقطة لفتت نظرنا طبعا نقطة لفتت نظرنا كان نستحق يعني لما حد بيبقى مش فورمة أو مش في يوم وبنقول ولما حد بيجيد لا بد أن نشيد به الحقيقة وزي ما قلت لك فكرة التكامل لأن أنت تبقى الأفضل في الدفاع والهجوم والأفضل في الهجوم دي حاجة رائعة طبعا هو جاي في المركز الثاني في التاكلينج أو المحاولات الدفاعية بخمس محاولات في المباراة اللي فاتت خمس محاولات صحيحة قابلي طبعا ديني وبعدي عبد الرزق عمير وجيفرزون إن كذا السلية في خط النص يعني بيتقال أنه وجود السلية في مطش غينيا بيساو فرق مع مصر كتير جدا وأنه زبط إقاع المنتخب إلى حد كبير وطبعا الأسيست بتاعه كان يعني مؤثر جدا فنقرأ معك أرقام السلية في البطولة أهم لاعب في فكر وخطة كارلوس كيروش واللاعب اللي غيابه أثر بنسبة 80% على شكلنا قدام منتخب نيجيريا وخلانا نظهر بالشكل ده هو عمر السلية لأن عمر السلية هو واحد من القلائل في مصر اللي بيجيد طريقة الأربعة تلاتة تلاتة بمهمة لأن الأربعة تلاتة تلاتة دي عايزة لعب كرياتف في خط الوسط وعمر السلية عنده هذا الكرياشن هو اللاعب اللي بيقدر يتحرك بشكل صح دفاعيا وهجوميا اللاعب اللي عنده قدرة على أنه يكمل ويبقى راس حربة في الوقت اللي مطلوب منه ده أو لعب رقم عشر زي ما عمل في المباراة اللي فاتت وعمل الأسيست اللي محمد صلاح ومش أي أسيست شفنا ده طبعا في مباراة الزمالك والأسيست اللي عمله عنده رؤية هو اللاعب اللي بيعرف فيه عمل التاكل الربونة دخلت أحسن حق عشان الربونة طبعا لميلة خدها بالربونة أحسن هدف طبعا كان أسيست تاريخي في الدور المصري كنت بقولين برح كان معي كابتن أحمد عدل كنت بقولين رابونة بتاعت عمر السلية لو كانت دخلت جون يعني لو كانت دخلت لوم كانت بقيت أحلى من هدف طبعا طبعا ما فيش خلاف ما فيش خلاف كانت خدب بوشكش كانت هتترشح مؤكد يعني تأكد أنها كانت تترشح بوشكش أرقامه في البطولة طبعا أرقام عمر السلية اللي هو مباراة واحدة للعب لكن الحقيقة كان متقلق جدا فيها لأنه صنع الهدف الوحيد لمنتخب مصر كان عنده 81% تمريرات صحيحة وطبعا أنت كان عليك ضغط كبير في وسط الملعب من جانب لعابي غينيا بيستهول كاب بتلعب جيم دفاعي فيه تلتين المباراة تقريبا فرائع أنه يعمل 81% اللي هي 32 تمريرة صحيحة من 34 طبعا ده رقم كبير جدا استخلص القرى 8 مرات وده رقم كبير على فكرة مش قليل وقطع خمس قرات يعني نفس الحكاية رجع تاني عنده أرقام دفاعية مميزة وأيضا أرقام هجومية مميزة وعشان كده قالوا سكيروش كان هيتجنن أن عمر السلاء يخف وكان فيه يعني برنامج علاجي مكسف لأنه بالنسبة له هو ده اللاعب اللي بينجح الطريقة وده موجود في العالم كله برشلونة اكتسح العالم في 2009 وما بعدها بالأربعة تلاتة تلاتة عشان كان فيه في خط الوسط شافي وإنيستان بالشيء بالشيء يا أسكر يعني الزوم اللي افتكروا لنا الربون على طول عالمية كمان صاحب شخصية أنا كنت بقول يعني زراهنت كده في خطوط المنتخب وجود حارس عملاق زي الشناوي وجود مدافع صاحب خبرات وصاحب إمكانيات وصاحب قدرات قيادية زي أحمد حجازي وجود لعب في خط النص زي عمر السلية وجود لعب في خط الهجوم زي محمد صلاح الأربعة دول مربع دول مع القماشة الحالوة بتاعت المنتخب تسمح لنا دكتور ريدن احنا نشوف منتخب قوي منتخب عنده صخصية وقادر على انه يعني مش يكسب السودان قادر على انه يكسب اي منتخب في البطول شوف القرار انا طبعا هارد على سؤالك بس اللعبة دي الربونة دي بتبقى عايزة قرار وتنفيذ وتكنيك وباور في نفس اللحظة يعني علشان كده ما بتتعملش كتير اه طبعا طبعا انت تاخد قرارك وتحرك جسمك تكنيك الجسم باللفة دي زائد ان انت بتبص موديها فين زائد باور الكورة مع انت لازم تخبط الكورة باور معينة وبطريقة معينة علشان تروح لزميلة ان ده الاربع مهارات او الخمس مهارات دول يحصلوا في جزء من الثاني ده يقولك ان انت قدام لاعب مختلف لاعب مختلف لاعب كبير طبعا ارجع لسؤالك لا احنا عندنا تيم كويس وعندنا مدرب لما ما بيعانيتش وبيقرر يعمل الغير معقول هو مدرب كويس يعني انا شايف ان كارلوس كيروش مش مدرب واقع لكن هو مدرب عنيد وخلي بالك انا الخسارة بتاعت نيجيريا لان احنا برضو بدأنا الحلقة بسؤال عن موضوع نيجيريا وما بعده انا شايف ان هزيمة نيجيريا مفيدة جدا لسببين اول سبب ان كارلوس كيروش فهم يعني ايه منتخب مصر وقيمة منتخب مصر كارلوس كيروش كان خارج من مطش نيجيريا احمد وهو عادي انا عملت خطة وكنت بحاملت ركاية وما نفعتش خسرت واحد صفر نيجيريا متقدمة عليها في الترتيب فمنتخب قوي كان ليه ضرب الجزاء ما تحسبتش كان ممكن تبقى واحد واحد وعادي خرج لقى الجماهير بتهاجمه في المدرجات فالراجل ما صدق عشان كده كان رد فعله كان عال ورد لقى الميديا المصرية وطبعا ولينا حق يعني بتهاجمه بشكل كبير جدا فالراجل استوعب انه اولا عمل جريمة كروية والدليل انه بدأ يصححها في المباراة التانية وسانيا انه هيبدأ يفهم ان الكاس الامم الافريقية ومنتخب مصر لما يكون في بطولة مهما كانت هذه البطولة ده الراجل هيكتور كوبر صعد كاس عالم بعد تلاتين سنة ووصل نهاية افريقيا ووصل نهاية افريقيا عشان مسعدناش دور الستاشر قال لك امشي فلازم هو ده عشان كده الخسارة كانت ايجابية انا متخيل ان شاء الله باذن الله مع شوية توفيه مع اللعبتنا لو كانوا لأن اللعبة كمان تتحمل مسؤوليات مش بس المدير الفان مدير الفان طبعا عليه جزء كبير لكن لازم اللعبة تتحمل مسؤوليات اعتقد ان احنا باذن الله بداية من مباراة النهاردة هنعبر عن نفسنا بشكل كويس وباذن الله مكملين في البطولة لو طبعا التوفيق كان معانا اذا كمل كارلوس كيروش بالاتيتيود ده اتيتيود المدرب اللي يلعب بالشكل المنطقي زائد انه يفهم ان منتخب مصر مطلوب منه الفوز طول الوقت الشناوي كان حاسم بردو كان ليه دور كبير جدا في حوصلنا المرحلة دي يعني الحقيقة يمكن رغم من مقارنة بمنتخب مصر يعني ما بحط غينيا بساو وصد منتخب مصر طبيعي نقول توضع مستوى المنافس مظبوط ورغم كده الحقيقة غينيا بساو كانت عندها فرص كتير جدا وكان من الممكن ان المباراة انتهي بسيناريو مختلف تماما لولا تقلق شناوي وده ينتبق كمان على مطش نيجيريا اللي تقريبا المنتخب المصري يعني ما حضارش فيه ولولا الشناوي في مباراة نيجيريا احنا كنا وقعنا حرفي يعني كانت البطولة انتهت معانا حرفية لما تخرج من مباراة افتتاحية يعني احنا خسرنا واحد صفر وكان هذا الهجوم وهذا كان حصل تفكك شوف معسكر المنتخب فترة قبل مباراة او قبل الفوز على غينيا بساو فلولا الشناوي اللي كان ليه دور كبير جدا الحياة الوحيد يمكن اللاعب الوحيد اللي كان في مستوى في المباراة دي كنا خرجنا بهزيمة كبيرة كتأثرت عليها دي ارقام الشناوي او ملخص مشاركة الشناوي في البطولة مع المنتخب هو طبعا شارك في مباراتين استقبل هدف واحد لحد دلوقتي وتصدى ليه سبع تصويبات من اصل تمانية طبعا هو الهدف الوحيد اللي دخل فيه يعني تمريرات الصحيحة تلاتة واربعين طبعا اللي طلع من يده خلي بالك الشناوي من الحراس اللي بحب يعمل تمريرات طويلة ويحب يعمل هجمة ببتدي هجمة سريعة ومرتدة على طول فعشان كده عنده هو تلاتة واربعين صحيحة من واحد وخمسين فيه حراس مرمى ممكن تلاقي عنده مئة في المئة تمريرات صحيحة لانه بلعب القصية بس واحدة من ميزات الشناوي مع المنتخب ومع الاهلي انه دايما بيطارجت انه يصنع هجمة خطيرة ودي مميزة في حراس المرمى كانت عند عصام الحضري وعند مانويل نوير وعند حراس كتير الحياة مميزة سيناريو مباراة مصر والسودان نهارد اقرب لسيناريو واجهة البطولة العربية ولا تتوقع ان يكون سيناريو مختلف تماما الدنيا في افريقيا مختلفة عن كاس العرب كاس العرب كان ليه فلسفة وتعامل مختلف من جانب المديرين الفنيين واللعبين وبعض الغيابات وغيره فكان فيه اريحية ان انت تهاجم وتفتح ونفس حكامل جانب منتخب السودان لكن الهزيمة الكبيرة دي ممكن تخلي شكل السودان قدامك اقوى ممكن تخلي عندهم رغبة في اثبات الزيت اكتر ودي طبعا الدوافع دايما بتفرق في القرى لكن انا متخيل ان شاء الله ان احنا هنعمل جيم كبير ولو عندنا توفيق في الفينيشنج خلي بالك احنا عندنا مشكلة في اهضار الفرص احنا صنعنا فرص كتير في الشوت الاول فيه مباراة غينيا بيساو لكن ما استغلناش الفرص المصنوعة دي اتمنى ان مصطفى محمد ومرموش والصلاح يكونوا فورما النهاردة واعتقد ان هيكون لينا فوز مقنع بإذن الله طيب اعايز اسألك على محمد صلاح يعني انا عارف طبعا انه صلاح لعب محترف وعارف انه لعيب كبير وعارف انه عقليته ويمكن اكتر حاجة بتماية صلاح واللي وصلته المكان اللي هو فيها هي عقليته بشكل كبير بيفكر بشكل يعني مختلف عن اغلب ثقافة اللعب المصري يعني مختلفة تماما عند صلاح لكن هل تتوقع انه عدم فوزه بجايزة دي باست ممكن يبقى مقصر عليه معنويا او نفسيا في ماطش النهاردة ما اعتقدش لأسباب اولا محمد صلاح خد ثالث دي باست بعد ما كان سابع في بلوندور وبالتالي ده كان تقدم ايجابي وده انا كنت متوقعه وقلت انه هيخد اخدت صوتك لصلاح طبعا اكيد طبعا طبعا في المركز الاول وبعدين ميسي ثم ليفانتوفس واعتقد ان بالعكس ده دافع لان خلي بالك فيه انت ممكن تقرأ كده بعض الملامح اللي تقولك لا فيه حاجة محمد صلاح بيرهنه ان هو الجاي شركة المانية شركة الملابس الشهيرة طبعا والرعي الرئيسي للفيفا لما تعمل معه فوتو سيشان قبل بطولة افريقيا وتقدم حزاء باسمه حاجة ما بتحصلش لما مع الاساطير وطبعا كان اخيرهم ليون الميسي فلما يكون الرهان عليه بالشكل ده ان يبقى واجه تصويقه لهذه الشركة ففيه رؤية ليهم طبعا ما فيش حد بيتحكم في نتائج ولا بيغير الكلام ده بيحسن لكن هم عندهم رؤية ان اللي جاي محمد صلاح بس جايزة دابست اثبتت انها اكتر موضوعية ومهنية من جايزة زي البالوندور لسبب ان الكورة من حق كل الفئات اللي ليه علاقة بالكورة انها تقيم فما ينفعش يبقى الصوت انا صحفي بس بقولك ما ينفعش ان الصحفي بس هو اللي يقضي لكن طبعا انت انت كصحفي او قناقض من حقك تقول رأيك لكن انت كمان كجمهود لازم يبقى لك صوت ويبقى لك رأي وكمدرب لك رؤية وكلاعب كمان وبتقيم زميلك لك رؤية فبالتالي الاربع فئات كانوا موضوعين اكتر ويدوا فرصة اكتر لعدالة في النتائج كافة الطموح عند محمد صلاح ممكن تغلب كافة عدم تتويجه جهزة الافضل وان كنت الحقيقة بشوف ان صلاح لو استمر على نفس المستوى اللي بيقدمه السنة دي مع الليفر وقدر يعمل حاجة مع متخب مصر في بطولة افريقيا او في الوصول اللي كاسر عنه اعتقد ده يقربوا بشكل كبير جدا من لقب السنة اللي جاية بشكرك شكرا جزيلا دكتور وريد وحشتنا وشرفتنا في السادسة النهاردة بعد طول غياب استمتعنا بوجودك معاني انا دايما بتشرف طبعا بالتواجد معاك عبر شاشة الاهلي وتحياتي لكل طبعا الزملاء في فريق الاعداد اللي دايما بيتعبوا معانا وبيقدموا لنا طبعا ارقام عظيمة كل مرة وان شاء الله نتقابل دايما على خيره كل الشكر ليك وكل الشكر لحضراتكم وكل التوفيق ان شاء الله للمنتخبنا الوطني بعد يمكن اقل من ساعتين من دلوقتي ان شاء الله بإذن الله يقدم عرض قوي ويحافظ على فرصه في المنافسة للبطولة وننسى مرحلة دور المجموعات ونروح للأدوار اللي جاية وان شاء الله بإذن الله مشوارنا يكون ولو اني شايف ان المنتخب المصري يقدر يعني بعد المستويات اللي شفتها في البطولة السنة دي شايف ان المنتخب المصري لو في حالته ومتأكد من واثق من امكانياته ومن قماشته ومستر كيروش كده ربنا يهديه ويلعب بالمعقول وبالمنطقي نقدر نروح فيها لبعيد كل التوفيق لمنتخبنا قدام السودان وان شاء الله أبرك لكم على فوز المنتخب الوطني في حلقة سادسة اللي جاية ان شاء الله معبداليات اسبوع جديد تحياتي لحضراتكم